بعد النجاح الكبير للبرنامج الحوار الكويتي أصحاب السلطة أطلق من إمارة الشارقة النسخة الثانية منه من خلال حفل ضم العديد من الشخصيات نتابع في هذا التقرير ومن ثم لنا نعود إن شاء الله أطلق الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام الموسم الثاني من برنامج أصحاب السلطة وذلك ضمن الأمسية الحوارية التي نظمها نادي الشارقة للصحافة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في مسرح المجاز بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب السلطة برنامج متميز وبرنامج مؤثر ونحن في إمارة الشارقة نركز على هذه النوعية من البرامج أصحاب السلطة بدأ بشباب بدون خبرة سابقة وبدون دراسة قوية في مجال الإعلام ولكن شباب متفوق في مجاله شباب استطاعوا أن يصلوا إلى أصحاب القرار وأصحاب السلطة من خلال البرنامج بسيط تشتغلوا عليه وستطاعوا أن يصلوا إلى أكبر الأشخاص في هذا المجال فنحييهم على هذا الشيء وهذه فرصة أن يتبع الشباب الآخرون خطاهم لأن شيء مثل هذا شيء يبدعون فيه يبين أن الفكرة دائما هي أهم من كل شيء خلال الأمسية استعرض عثمان العنجري صاحب الفكرة ومقدم البرنامج وفهد الرحمن سفير البرنامج عبر وسائل التواصل الاجتماعي التجربة الإعلامية لبرنامج أصحاب السلطة ومواجهه من تحدياته إضافة للنجاحات التي حققها الموسم الأول منه كما تم مناقشة أبرز محاور الفكرة الإعلامية من حيث الرسالة والكواليس والتسويق وغيرها من المحاور فريق برنامج أصحاب السلطة موجود اليوم هنا بدعوة من الشيخ سلطان بن أحمد القاسبي رئيس مجلس الشارجة للإعلام ونحن في عاصمة الثقافة إن صح التعبير لانطلاقة برنامج أصحاب السلطة بموسمة ثاني ولتجديد الأمل في هذا البرنامج يمكن هذا البرنامج نستمد نجاحة ليس بأعداد المشاهدات كثير من أن نستمد نجاحة في أعين المتلقين مثل ما نشوفهم دائما بملتقيات من هذا النوع والله إحنا متواجدين أعتقد للهدف الرئيسي والأساسي من فكرة البرنامج وهي نقل تجارب الآخرين إلى الناس الناس تستفيد من بعضها تستفيد سواء من الضيوف وأسماء كبيرة اللي التقان فيها في برنامج أصحاب السلطة وتجاربنا الشخصية المتواضعة في إعداد وتقديم ونقل هذا البرنامج للجمهور أعتقد الأسئلة كانت جميلة جدا الناس حابة تعيش هذه التجربة معنا الأسئلة كانت متنوعة مختلفة سواء عن الضيوف أنفسهم أو عن تجربتنا الشخصية يرتكز برنامج أصحاب السلطة على مقابلات لقادة وشخصيات تركت بصمتها في العالم أو غيرت التاريخ من خلال إنجازات مميزة إضافة لطابع ثقافي واجتماعي مؤثر من خلال قصص نجاح شخصيات كان لها أثر كبير على المجتمعات في العالم تحديات نجاحات طموحات هي عنوان أصحاب السلطة ذلك البرنامج الذي شكل نقطة نوعية في البرامج الحوارية أما الآن في انتظار نسخة جديدة منه الذي ستحمل بكل تأكيد رسائل جديدة لتلفزيون دولة الكويت كينان لحدو الشارقة ترجمة نانسي قنقر